اشتركوا في القناة خاصة الزبائن في الشرق الأوسط نلاحظ تغير مقارنة مع نموذج العام الماضي وتشمل التحديثات الخارجية على مجموعات جديدة من مصابيح أمامية LED وعجلات 22 بوصة المميزات التقنية التي تتوفر عليها QX80 تتمثل في كاميرات المساعدة على الوقوف ونظام تثبيت السرعة التكيفي وشاشة تعمل بالنمس للوسائط المتعددة ونظام تنفيس المقاعد الأمامية والنظام التحذير من الاستضام الأمامي الذي يحدد المخاطر السيارة من الداخل واسعة بشكل ممتاز بحيث إن حجم السيارة كبير ويناسب العائلة في السفر والرحلات كما قدمت الشركة نسخة حصرية محدودة الإنتاج من السيارة الجديدة وحصرت انفينتي QX الجديدة على شبك أمامي معاد التصميم مع إمكانية الاختيار بين نوعين من الإطارات المعدنية وثلاثة أنواع من الطلع واجتملت التحديثات التي حصلت عليها المقصورة الداخلية لـ QX8 على فرش جلدي فاخر بلون جديد يجمع بين البني والأسود والفضي مع تزيينات خشبية السيارة مدعومة من خلال محرك V8 ساعة 5.6 لتر والذي ينتج قوة دفع 400 حصان والذي ساعدنا على التغلب على التداريس التي تميز عمان بالإضافة إلى تركيبة سبع سرعات أوتوماتيكية ودون تغيير ميكانيكي منذ عام 2011 تبدأ أسعار انفينتي QX8 من 288 ألف ريال سعودي وتنافس انفينتي QX8 مع ليكزاس LX570 وكادلك اسكلايد ولذلك عزيزنا متابع أخبار المربع نت اكتب في الرد بالأسفل من تفضل بينهم اخيرا لا تنسى عزيزي المشاهد الاشتراك في قناة المربع نت ليصلك كل يوم آخر أخبار السيارات اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة